أقيمت في كنيسة الراعي الصالح الإنجلية اللوثرية بعمان احتفالية أحد الشكر التي ترأسها القصة مرعاز الراعي الكنيسة بمشاركة سيادة المطران كيرجوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية باترا وفلدلفيا وسائر الأردن وبحضور جموع المؤمنين وأبناء الرعية وتحدث القصة عازا عن معنى أحد الشكر في الكنيسة اللوثرية قائلا إنه مفهوم كتابي روحي يقوم على ضرورة تقديم الشكر لله على كل النعم والبركات الروحية والجسدية التي يهبها الله لنا يوميا شكرنا يجب أن يترجم بأفعالنا الشكر لله ليس مجرد كلمات نقولها ونأتي في أحد واحد ونقدم الفواكه والخضروات أو حتى التقديمات المادية شكرنا هو عملنا هو خيرنا هو كلمات المحبة هو التعاضد هو التعاطف نحن نعرف أن الله باركنا بكثير من الأمور التي لم يبارك بها غيرنا فشكرنا لله هو السجود والعبادة لله شكره على نعمه وبركاته وانطلاقا من هذه الحالة الإيمانية نمد يدنا لنساعد المجتمع من حولنا ليرى هذه البركات فتعود بالمحصلة على شكر الله على كل النعم والبركات على أنه يسخر ملائكته خداما من خلال البشر الملائكة هم خدام الله على الأرض هم البشر الذين يعينون في كل الأحوال